البطن السفلية الدهون اللي انت بتقدر تمسكها بايدك وبتكون في منطقة تحت السرة وبتعمل ضايت وبتحاول تخس بس البطن دي ما بتخسش ثلاث نقط لو عملتهم هتنسي في الدهون اللي في الجزئية دي اول حاجة عندي وما تستغربش دعم الكبد لازم يكون اداء الكبد عندك كويس لو الكبد متجمع عليه دهون كتير ده بيصعب عندك حرق الدهون طب ادعم الكبد ازاي علميا اول حاجة عنصر اسمه السيلينيام عنصر السيلينيام ده مهم جدا موجود في مكملات كتير وبيبقى سعرها بسيط اي مكمل فيه سيلينيام تقدر ان انت تعتمد عليه بتاخده مثلا حباية يوميا لمدة شهر او شهرين مرة واحدة بعد الفطار او بعد الغد تاني حاجة دعم الجسم بالقومي جسري من اكتر الحاجات اللي مسبتع المال انها بتساعد الجسم ان يحسن اداء الكبد وانه يتخلص من الدهون اللي على الكبد بالمصادر بقى الطبيعية بتاعتها زي ان انت تاخد اسماك دهنية زي الماكريل مثلا او ان انت تاخد البزور اللي هي زي بزور الشيعة معلقة صغيرة بتنقاحها على ميال حد ما اتطلع الجيل بتاعها وتشربها مرة يوميا او ان انت تاخد كابسولات بحيس ان بتركيز الاي باي والدي اتش اي اللي موجود على الكابسولات مايقلش عن من تلتمائة وخمسين لحد خمسمية تارت حاجة عندي وهي مشروب داعم للكبد بيدعم الكبد بحاجة اسمها السلمارين السلمارين ده مهم جدا علشان يحفز عندك اداء الكبد يساعد الكبد في تنقية الجسم من السموم يساعد الكبد في ان يتخلص من الدهون والشحوم اللي عليه فبالتالي اداء الجسم في التخلص من الدهون يكون اعلى وفي حرق الدهون يكون اعلى هو مشروب اسمه الملك سسل او حليب الشوك وده سعره بسط جدا بيتباع في اي اعتارة تقدر ان انت تعمله زي الشاي تاخد منه معلقة صغيرة على مية مغلية وتسيبها منقوعة وبعد كده بتشربها مرة مسلا في الاسبوع او مرتين في الاسبوع فدي اول خطوة عندنا كل ما انت دعمت اداء الكبد كل ما انت حفزت حرق الدهون كل ما انت تخلصت من الدهون اللي متراكمة عندك في البطن السفلية كمان الكبد بيعمل حاجة مهمة جدا انه هو بيكسر عند الاستروجين الزيادة سبب كبير من اسباب البطن دي هو ارتفاع الاستروجين في الجسم ارتفاع الاستروجين في الجسم ده بيحصل عندي زي ما قولنا ان انا اكون بسرف بنسبة كبيرة فيه بشرب لبن بقري مش الجاموسي لبن البقري بشرب لبن كتير او باكل حاجات فيها لبن كتير على مدار اليوم يعني اكل داخل فيه لبن وحلويات وكده او ان انا باكل لحوم المصنعة اللي كلها بتبقى معتمدة على فول الصوية او ان انا باكل حاجات معلبة جاهزة مكتوب عليها زيت الصوية حاجات دي كلها بتزاود الاستروجين الاستروجين لما بيزيد حفز ان الدهون تتخزن عندي في البطن السفلية والجسم السفلي بشكل عام فابطر الحاجات دي ودعم الكبد الاي الاستروجين عندي الزيادة في جسم يتكسر اتخلص منه اخسس البطن دي بمنتهى السهولة تاني نقطة عندي البطن دي بالنسبة كبيرة هي بطن بيتحكم فيها الهرمونات واول هرمون اتكلمنا عنده الاستروجين وخلاص خلصنا منه هيتبقى عندي هرمونين الهرمون التاني عندي هو هرمون الانسولين هرمون الانسولين لو عالي عندك على طول موقف الحرق وبيحفز تخزين الدهون في البطن السفلية من اكتر الانظمة اللي انا بحبها اللي بتستهدف البطن السفلية نظام اسمه الصيام العكسي نظام الصيام العكسي ده فكرته ان انت بتمنع اكل من بعد المغرب يعني خلاصا ان انت مش بتعشى لحد بقى ما تصحى الصبحة خالص خلاص يعني من بعد المغرب انا مش باكل وطبعا الصيام بيكون اكتر من 12 ساعة يعني 14 ساعة او 16 ساعة بالنسبة للسيدات الافضل انها تصوم 14 ساعة مش اكتر من 4 مرات في الاسبوع الرجالة ممكن يصومه من 14 ساعة لحد 16 ساعة ممكن يصوم بتكرار اكتر في الايام وعادي جدا ان انا ريح جسم من الصيام يومين او 3 في الاسبوع اكتفي فيهم ب12 ساعة صيام بس في الساعات بتاعت الصيام انا مش باشرب اي مشروبات متحلية بسكر ابيض او اي مشروبات معمولة بلبن او كريمر انا ممكن اشرب الحاجة من غير سكر او اشربها بسكر دايت او بسكر استيفيا عشان ما اكسرش الصيام بتاعي الصيام فكرته انه هو بيخلي كل معدد ساعات الصيام زاد عن 12 ساعة هيبدأ الجسم يحرق من الدهون اللي متخزين عندك فيه الجسم اللي طبعا زيها زي البطن السفلية غير ان الصيام بيبدأ يحرك الدهون من المخزن بتاعتها يعني الدهون العنيدة تتحرك من المخزن بتاعتها ولكن الفكرة كلها انا بكسر صيامي ازاي هل انا بعد ساعات الصيام دي كلها دخلت جسمي كمية سعرات حرارية كبيرة ولا اكلت سعرات حرارية فيها عجزة اقل من احتياجي فما استفزش الانسلين اللي هو يطلع بزيادة قوي وقا ما عملتش حاجة فركزوا في النقطة دي الصيام عشان ينجح لازم اكسر صيامي على اكل اقل من احتياجي فيحصل عجز سعرات فقدر احرق المتخزن بالنسبالي ده نظام الصيام العكسي بحبه لانه متتسق اكتر مع هرمونات الجسم المهم عندي الحرق الدهون في الجزء السفلي زي مثلا هرمون الكورتزول وبيقى منسب اكتر لاغلب الناس اللي بتشتغل او الموظفين او الناس اللي بتصحى بجري تنزل دراسة او حاجة لان انت ببساطة بتقدر تصحى فيه تاكل بتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي من غير ما تحس ان انت هبطان او حاجة او الصيام التاني المعروف اللي هو الصيام المتقطع او برضو الصيام الاسلامي اللي في شهر رمضان عادي جدا نفس الفكرة بس الفرق ان ان انت بتصحى من النوم بتبضل قطع الاكل والسكر لحد اول وجبة بتاخدها سواء في رمضان مثلا وجبة الفطار او سواء في العادي بتبقى اول وجبة مثلا عندك الساعة اثنين او الثلاثة حسب بقى ما انت هتنظم عدد ساعات الصيام بتاعتك مهم جدا عشان تحرق دهون البطن السفلية تلات حاجات اول حاجة امنع فكرة الوجبة الواحدة يعني فيه ناس كتير بتبقى بتحاول انها تخص فيما تاكلش طول اليوم وتيجي تاكل الوجبة واحدة في اليوم اللي بيحصل وخاصة ان الوجبة دي لو عالية النشويات او حتى فيه ناس على فكرة نظام حياتها كده يعني بالذات الرجالة بيشتغل طول اليوم ومش بيأكل او مثلا بيشرب كباية شاية او حاجة وتلاقيه بالليل روح اكل العشة بتاعه تلاقي العشة ده بقى فيه عش كتير فيه مكارونا فيه رز كتير فيه مش عارف ايه ده على طول بيعمل بطن السفلية فبطل النظام ده وزع الوجبة على اتنين وقلل كمية النشويات اللي انت بتاكلها تاني حاجة عندي اكل النشويات الكتير من اهم اسباب البطن السفلية الناس اللي مدمنة رزوا مكارونا وعيشوا مخبوزات وبتزاو حاجات من دي لازم تقلل نشوياتك لو حابب تنزل الدهن دي ودي حياة انا هديك فيها تركة ان انت قبل الوجبة اللي فيها نشويات اشرب مية كبايتين مية اشرب حاجة بتسد الشهاية فيها قلياف كتير زي بزور الشها زي معلقة من بزور القطونة حاجات اللي هي بتقلل الشهاية شوية اللي احنا قلنا عليها قبل كده قبلها بربع ساعة او بنص ساعة انت اللي تغرف الاكل لنفسك وتحدد الكمية اللي انت هتكلها من البداية ما تخليش حد يغرف لك على اساس ان انت هتكتفي بكمية بسيطة تاني حاجة لو فيه خضار على الاكل كمية خضار كبيرة تتحط على طبق الرز الصغير وتاكله هتلاقي نفسك خمس ست معالقش بعت ومعدتش قادر من كتر الالياف اللي دخلت لك اخر حاجة ان انت ما تغمس ابدا بالعيش لو انت بتغمس هتلاقي نفسك فتحت على الغيفين وتلاتة واكتر اعمل لنفسك ساندويتش بكمية العيش اللي انت محددها لنفسك التركة بقى اللي انا بقول للناس تعملها وبصراحة بتجيب نتائج كويسة جدا مع كل الناس فكرة ان انت هتجيب رغيف العيش او نص رغيف او رغيف الصغير اللي انت هتاكله الحصة اللي انت هتاكلها اللي هي المهودة اقل من احتياجك او اقل من اللي انت متعود عليه بتبدي ان انت تقطعها زي مربعات صغيرة كده العيش اللي احنا بنقطعه ونحمصه بتبدي ان انت تحتفظ بيه وانت بقى بتاكل تاخد كمية صغيرة زي مثلا نص رغيف ما يعادل مثلا نص رغيف من الكمية دي بتحمص بيبقى على شكل كده مربعات صغيرة وتبدي ان انت تغمس بيه الطريقة دي بتخليك تحس ان انت كانت تعيش كتير جدا رغم ان انت ممكن تكون واكل نص رغيف بس عشان انت مقطعه قطاع صغيرة ومحمصه وفي نفس الوقت طبعاً لازم يكون عيش أصمر مش عيش أبيض أو معمول بالضيئ الأبيض ما تعتمدش أبداً فأكلك على الفاكهة الكتير أو العصاير الكتير الفاكهة اللي زي الفراولة والجوافة أو الخوخ الحاجات اللي سعرتها إلى حد ما معتدلة تقدر تكتر منها كتير لكن الفواكه اللي هي بتقى فيها نسبة سكريات وفراكتوز عالية والمؤشر الجليسين بتاعها عالي زي المنجا والمطيخ والحاجات دي وأمثلة هتصار عندك على الشاشة يفضل ان انت تقنن من الكمية بتاعتها وما تشربهاش أبداً في شكل عصاير فاضل معنا نقطتين نقطة هتكلم فيها عن التمرين المهم اللي بينس في البطن السفلية اللي أنا بعتبره أقوى تمرين لدهون البطن السفلية ممكن حد يعمله أو يجربه تمرين ده اسمه Flutter the Kicks ورافك رفت زي ما احنا شايفين ان احنا بنمع على الأرض وبدأ ان احنا نرفع راسنا شوية عن الأرض ونرفع رجلينا عن الأرض ونبدأ نبدل برجلينا لفوق وتحت والتمرين ده بنعمله بأكتر من وضعية زي ما هيتوضح عندكم في الفيديو فكرته اللي انت بتقعد تعمله مش بعدات نوعينة انت بتعمله لحد ما تبقى مش قادر من كتر الشد اللي يحصل عندك في الكور بتاع البطن ومن كتر ما تلاقي نفسك بتنهج وجسمك كله بيتشد معاك هتعمله مثلا كذا ثانية لحد ما تبقى مش قادر تريح وتعمله تاني وتريح على قد بقى ما تقدر بالتلات وضعيات لتزع عندكم تقرر التمرين ده مرة كل مثلا اربعة ايام او لو تقدر تعمله بشكل يومي زي ما تقدر تاني حاجة من الحاجات اللي بتساعد جدا في تنزيل دهون البطن السفلية هي المشي الكتير المشي الكتير يعني تلاتين دقيقة اقل حاجة عشرين دقيقة على سرع عالية تمشي كده لحد الهرولة تحس ان انت بتنهج ده بتنزل البطن دي بشكل سريع جدا بس يكون مشي منتظم من غير ما توقف وتمشي لو بشكل يومي او تمشي اربع مرات في الاسبوع زي ما تحب ممكن تبدل تخلي التمرين يوم والمشي يوم وصدقني التمرين ده مع المشي ده لمدة اسبوع هتلاقي فرق جديد جدا في الهون البطن السفلية اخر هرمون عندي متحكم في البطن السفلية زي ما تكلمنا عن الانسولين وتكلمنا عن الاستروجين هو هرمون الكورتزول الكورتزول ده هو هرمون التوتر لو انت شخص بتنام قليل لو انت شخص فيتامين ده اللي عندك قليل لو انت شخص عطول في عالة استرس ومتدايق الكورتزول عندك عالة ده اكتر هرمون بيحفز ان الدهون تتخزن عندي في البطن السفلية رقم واحد رهيب في الجزئية دي طول ما هو عندك عالي اللي انت هضعف تنزل الدهون وفي نفس الوقت عم لا تتخزن وتزيد في الجزئية دي طيب اول حاجة ازبط فيتامين ده اللي عندي لازم يكون مستوى من 40 ل60 وده بيعمله باني باخد لو فيتامين ده اللي عندي نقص بالتحليل باخد 50 ألف وحدة اسبوعيا لمدة من 8 إلى 12 اسبوع وبعد كده باستمر على ألف وحدة يوميا عشان ما ينقص تاني جزئية اللي بعد كده تثبيت عدد ساعات نومك وجودة نومك تالت حاجة معايا هي مشروبات هتساعدك ان انت تقلل الكورتزول وتحسن جودة النوم زي اللفندر زي البابونج زي النردين اشتركوا اسفل الفيديو دي كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تنزل دهون البطن السفلية اتمنى يكون الفيديو يقفتكو لو الفيديو عجبكو واسمعتو اي معلومة جديدة بالنسبة لكم ما تنسوش تتركو في القناة وتفاعلو جرس تعملو اجاب على الفيديو عشان نوصل لأيور قدر من الناس ويستفادو اشوفكو اخيرا ان شاء الله فيديو يجب